هلك أربعة أشخاص في حادث استضام وقع ليلة أمس على طريق الوطن رقم ثلاثة في الشطر الرابط بين إليزي وعين ميناس وعلى إثي ذلك تدخلت وحدات الحماية المدنية لنقل الضحايا إلى مستشفى إليزي يذكر أن مصالح الحماية المدنية كانت قد سجلت وفاة ثمانية وثلاثين شخصا وإصابة أكثر من ألف وثلاثمائة آخرين خلال الأسبوع الماضي بعد تلقي النداء من طرف الضرك الوطني في حادث مورور يتمثل في استضام شاحن المقتورة بسيارة من نوع نيسان كاتكات ويصطدمون بجامل الحادث تخلف أربعة ضحايا متوفرة في عين مكان عنا اثنين جنس أنتا واحد طفل صغير واحد رجل بالطريقة الوطنية رقم ثلاثة ستين كيلومتر عن إليزي باتجاه عين ميناس